يبدأ نبض الجنين بالوضوح من خلال الفحص بالسونار عند الطبيب في الأسبوع السادس أو السابع للحمل وقد يحدث أن يتوقف نبض الجنين لأسباب غير معروفة أثناء الشهور الثلاثة الأولى من الحمل سوف نتحدث في هذه الحلقة عن أعراض توقف نبض الجنين المفاجئ أثناء الشهر الثالث من الحمل مع العلم أن هذه الأعراض قد تكون نفسها في الشهرين الأول أو الثاني أولا حدوث نازيف مهبلي عند الحامل وخروج كمية من الدم يتم ملاحظتها عند استخدام الحمام ثانيا ألم الحاد في منطقة البطن أو منطقة الظهر ثالثا الشعور بتوسع في عنق الرحم وقد لا تشعر الحامل بأي من الأعراض التي قد سبق ذكرها وتبقى معتقدة بأن حملها يسير على ما يغعم إلى أن تذهب لموعد الطبيب وتكتشف بأن النبض قد توقف أما الأسباب التي قد تؤدي إلى توقف نبض الجنين ثم وفاته فهي أولا ارتفاع ضغط الدم المستمر عند الحامل هذا ما يؤدي إلى تسمم الحمل ثانيا الإصابة بسكر الحمل ثالثا انفصال المشيمة عن الجنين مما يؤدي إلى موته رابعا تناول الأدوية التي لم تثبت سلامتها على الحامل دون استشارة الطبيب خامسا إصابة الأم بفقر الدم الحاد سادسا نقص الأكسجين والغذاء الواصل للجنين سابعا علم التوافق في فصائل الدم بين الأب والأم الحامل أخيرا إصابة الحامل بإلتهابات قوية في أرحم وبعد التأكد من توقف نبض الجنين في الشهر الثالث ينتظر الطبيب حتى يتم نزول الجنين تلقائيا فإن لم يحدث ذلك يتم عمل عملية تسمى التنظيف للحامل حتى يتم إخراج الجنين المتوفى وتنظيف الرحم من بقايا الحمل وذلك كي لا تحدث مشاكل للحامل مستقبلا قد تؤدي إلى صعوبة الحمل وقد يكون الطبيب بعمل تحريض للولادة لتتمكن السيدة من ولادة الجنين وينصح الأطباء المرأة التي عانت من وفاة الجنين بمتابعة الطبيب بشكل مستمر مستقبلا للتأكد من سلامتها واستعدادها للحمل مرة أخرى كما يجب أن يتأكد الطبيب من خلو الأم من أي أمراض قد تؤدي إلى وفاة الجنين في المرات القادمة ولمعالجة الأمر قبل أن تصبح السيدة حامل مجددا